وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة بشأن تطوير القاهرة التاريخية من جميع الأوجه وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين شدد رئيس السيسي على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة لمدينة القاهرة التاريخية مع تأسير حياة المعطنين هذا وتناول الاجتماع أيضا جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض كذلك خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية بما يعيد للمدينة رونقها ويخفف من تحديات تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم وزيدة الكثافة السكانية في تلك المناطق بما يمثل ضغطا إضافيا على المرافق وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من جميع الأوجه مشددا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات وزيدة المساحات الخضراء بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث فضلا عن ربط المزارات الأثرية والسياحية في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية